ما قبل الثلاثين من أيلول 2015 ليس كما بعده فهو يوم مفصلي في تاريخ سوريا الحديث وعمر الثورة السورية التي وصلت حينذاك عامها الخامس في مواجهة النظام المجرم وميليشيات إيران من لبنان والعراق ولكن التدخل العسكري الروسي غير كل التوازنات والمعطيات العسكرية على الأرض تكثر الروايات والتحليلات والأسباب التي دفعت روسيا للمشاركة في مذبحة القرن ضد الشعب السوري لكن الحقيقة الثابتة أن التدخل العسكري الروسي تسبب بمجازر وتهجير ودمار شامل في مناطق الثورة السورية التي رفض أهلها الركوع والاستسلام لحكم بشار الأسد المجرم الذي كان يترنح بسبب ضربات الثوار في طول البلاد وعرضها وعجز عن إخماد شعلة الحرية والكرامة في نفوس السوريين طيلت أربع سنوات ونصف رغم كل القصف العشوائي والهامجي وما صاحبه من إجرام الميليشيات الإيرانية وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف صرح سابقا أنه لو لا تدخل روسيا العاجل لا سقط عن نظام بشار الأسد خلال أقل من أسبوع وهذا بحد ذاته اعتراف بعجز النظام المجرم عن القضاء على ثورة شعبية واسعة النطاق طالبت بإسقاطه ومحاسبة رموزه المجرمين تسبب الاحتلال الروسي بتدمير مدينة حلب واريفها عبر أسراب الطيران الإجرامية وتدمير الغوطة وتهجير سكانها بعد استشهاد عشرات الألاف من النساء والأطفال تحت الأنقاض ولم تكن درعة أو فرحظا من حلب والغوطة فقد تعرضت المحافظة للقصف بشتى أنواع الأسلحة بهدف إخماد الثورة فيما تعرضت مدن ريف حمص وحماء وإدلب الثائرة ضد النظام المجرم لدمار شامل دفع سكان تلك المناطق لحركة نزوح جماعي تجاوز المليون نازح خلال عدة أشهر الاحتلال الروسي لم يكتفي بتجربة مئات الآلاف من الصواريخ وتدريب عشرات الآلاف من جنوده في مختلف المجرات العسكرية على أجساد الأطفال والنساء بل عمدة بعد جرائم القتل والتدمير إلى السطو على مقدرات البلاد من الثروات الباطنية والمطارات والمرافق بغيت سرقة كل ما في سوريا لقد كانت تدخل العسكري الروسي خطوة ضافية في دعم استمرار نظام بشار المجرم في قتل السوريين فقد سبقه دعم سياسي تحت قبة مجلس الأمن الدولي لأن الاحتلال الروسي وقف خلال سنوات الإجرام الأسدي ضد أي إدانة دولية للنظام وعمل على شل مجلس الأمن تجاه مساءلة بشار حول الجرائم ضد الإنسانية المنسوبة إليه وحتى ضد فتح تحقيق دولي حول استخدامه للسلاح الكيماوي والأسلحة المحرمة دولية استخدمت روسيا حق النقد الفيتو في مجلس الأمن ثماني عشر مرة منها أربع مرات قبل تدخل العسكري وأربع عشرة مرة بعد تدخلها عسكريا في 2015 رواد وسائل التواصل الاجتماعي علقوا الذكرى الثامنة لأتدخل الروسي في سوريا يقول أحمد شحود أعوام التدخل الاحتلال الروسي في سوريا لا تحصى بعدد الأيام أو الأسابيع بل بعدد الصواريخ وبعدد الطائرات التي نشرت الموت والخراب والدمار فيما علق محمد بكداش المجتمع الدولي شريك الاحتلال الروسي في قتل السوريين عبر صمته على مجازر وجرائم الاحتلال الروسي أما محمد أمين فكتب بتغريدة له الاحتلال الروسي قتل السوريين مرتين مرة بسلاح الدمار الشامل ومر باستمرار وجود بشار الأسد في حكم سوريا ختاما لا يتسعى المجال الذكر وبحصر ما فعله الاحتلال الروسي من خلال تدخل العسكري في سوريا لكن يكفي أن الاحتلال الروسي أسهم في استمرار حكم بشار المجرم وهذا بحد ذاته كارثة يستشعر كل السوريين الأحرار مدى خطورتها على مستقبل بلادهم تحية طيبة لكم إلى اللقاء